موسيقى موسيقى بضعة طاها وعصمة المستضعفين وباب رب العالمين لم تتوانى يوماً عن نصرة الحق على خطى أبيها الأمين إنها الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهادي سيدة نساء العالمين مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ زمان الحسناوي حياكم الله شيخنا العزيز أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم شيخنا العزيز طبعاً هذه الحلقة ستكون متمحورة حول كيف أن السيدة الزهراء سلام الله عليها دافعت عن الحق حياكم الله مرة أخرى حياكم الله ما هو دور السيدة الزهراء سلام الله عليها في الدفاع عن الحق وما هو الحق الذي طالبت به سلام الله عليها ما هو هذا الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطاهرين حقيقة أعظم دور قامت به السيدة الزهراء بعد رحيل رسول الله بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الدور الدفاع عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووضع النقاط على الحروف بعد رحيل رسول الله أقفت أمر طالما أشار له القرآن بملفات عدة هذا الأمر القرآنهم أنطى عدة عنوين ليس عنوان وانوان يعني مرة يعبر القرآن الكريم انقلبت أفئن ما تأوت انقلبتم على أعقاب مرة يعبر القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يا أيها الذين آمنوا مرة يعبر من يرتدد مرة يعبر من يرتد مرة أخرى القرآن يعني يعني ما دير عناوين الآن ما تحضر عناوين كثيرة تشير إلى حصول حالة هذه الحالة بين أتباع الشرائع سواء كانت السابقة يعني اللي سبقت الشريعة الإسلامية يعني على مستوى بعد رحيل رسول الله هذه الحالة هي حالة انحراف ضلال ارتداد انقلاب شي تريد تعبر عنها عبر أكو هتش حالة صير بل في سورة البقرة أستهل الآن نص الآية ما تحضرني كاملة الآية طويلة ولكن أولها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى أن تقول الآية فحواها مضمون الآية أنه كل أمة من بعد نبيها تختلف واختلافها يؤدي إلى الاقتتال اقتتلوا قرآن كما نعم ولما يختلفون ويقتتلون القرآن يقسمهم إلى قسمين أنا قاعد أتكلم عن ملف قرآن نعم ملف قرآن نعم والقرآن حاكم على جميع المسلمين إنه لقول فصل وما هو بالهزل نعم بالحق أنزلناه وبالحق نزل لا يأتيه الباطل من بين يدي إنّا له لحافظون غير ذلك من آيات في هذا المجال أنا قاعد أتكلم عن ملف قرآني صادق مصدق قرآن لا أشك فيه أبدا هذا الكتاب الفصل بعد هذا الكتاب القرآن الكريم يقول لما يختلفون أمم الأنبياء من بعد أنبياء في سورة البقرة في آية تلك الرسل وفضلنا أكثر من هذا بعشرون أو الثق لما يختلفون ويقتتلون ينقسمون إلى قسمين وهما الآية تقول نعم فمنهم من آمن ومنهم من كفر من كفر نعم هالشكل تقول الآية يعني تقول هذه فتحالة حالة موجودة من بعد كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلومهم يو خذتم كالذي خاضوه يعني سويتوا اللي يسوه يو آيات أخرى أتواصلوا به هذا الشيء متفقين عليه متواصلين عليه أنه اللاحق يسوي مثل السابق يو النبي يقول حذوى النعل بالنعل والقذة بالقذة ولو أنهم دخلوا إلى جحر ضب لدخلتموا هذا الحديث وارد في مصادرنا وفي مصادر غيرنا من المسلمين نعم تصير مشكلة من بعد الأنبياء عادة سنة أمامك نعم ما الأفضاء الكثير أصلا موسى عليه السلام مو مات وصارت مشكلة غاب غاب أربعين ليلة مو هو رجاء شاف اختلاف أم تم وصلهم العبادة العيج وخلى موسى يكون غضبان ويلقي الألواح ويأخذ أخاه من رأسه رأسه أخيه وهل معنى هذا كله ذكر القرآن الكريم في الواقع موسى مو مات غاب صارت مشكلة النبي موت الصير مشكلة وملفات قرآنية على ذلك كثير بل في بعض الأحيان خصوصا في المجال الإحنبي يعني مجال ولاية ولي الله من بعد النبي خلافة الوصي من بعد النبي في نفس هذا المجال نفس سورة البقرة العظيمة ثقيلة الوزن عالية المضامين نعم متخمة المعارف هذه السورة العظيمة سورة البقرة إذ قالوا ذول مجموعة ظاهر من بني إسرائيل قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا بالبداية نقاتل في سبيل الله قال إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه أن يكون له الملك علينا أصنديهم بعد بين ظهرانيهم أنا سأقول هذا الكلام نعم البعض يقول معقول يصير بعد نبي هذا اللي صار كما يقول الشيعة معقول أول شيء الأمور التأريخية إذا التاريخ ذكرها التاريخ الموثق المحترم ذكرها بعد القضية ما تربط معقول وما معقول هذه قضايا تأريخية صارت مثبتة تأريخية مجال هذا التأريخ هذا من جانب من جانب آخر ومعقول ما معقول صار مع الأمم السابقة كلها صار مو بس مع هذه قل سيروا في الأرض فانظروا أحسن صار مع الأمم أصلا مو قضية النبي يروحوا يختلفون على خلافة الخليفة الحقيقي من بعدها النبي بعد بين ظهرانيهم قالهم إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا أصلا ما نقبل به أول شيء هذا فلوس ما عنده إحنا أحق بالملك منه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم القضية مو قضية فلوس يتخلون معيار الأموال وتخلون معيار هذا من هذا الفخذ العشائري وذاك كما قالوا قالوا هذا مو من الأسرة اللي يطلع منها إلى تعاملوا بهن هؤلاء قالوا نحن هم الذين هاجرنا مع النبي هؤلاء قالوا نحن الذين آوينا جواهم به الباب الآخر أحسنتم جميل هذه جواهم من باب آخر النبي قال لهم المعايير الإلهية باختيار الوصي مثلا أو اختيار الخليفة أو اختيار الإمام لأن الله أعطى الملك للطالوت أمتنا قالوا الملكي اللي أعطي لطالوت ملك الطاعة المفترضة لإمام روايات أمتنا على المسلم من هذا الباب أنا أقول طالوت إمام من هذا الباب نعم الخلاصة نبيهم بين ظهرانيهم وهم جاءوا لنبيهم وهم قالوا لأختارنا إمام واختار لهم قالوا الله اختار لكم قالوا لما نريده لما اختار انقلبوا قالوا لما نريده وبعديا هذا صار ملك بمعنى الملك الممدوح في القرآن اللي يشكل إمامه مو الملك المذموم إن الملوك إذا دخلوا قرية مو ذاك أفسدوها وكان من ورائهم مو ذاك الملك الممدوح في القرآن ربي قد آتيتني من الملك يوسف هذا الملك الممدوح ربي هب لي ملكا لا يمدغي لأحد ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا يمدغي سليمان لأحد من بعدي ملك الممدوح لخلاصة هذا صاحب الملك الممدوح لما سار بهم على موضوع النهر هم اختلفوا عليه موضوع النهر من شرب ولم يشرب ومقتار غرف اختلفوا عليه بعديا بوجود الإمام هو بحث بوجوده يختلفوا عليه بعديا مشى بما تبقى منهم بموضوع مقابلة ومواجهة ومحاربة جالوت وجنود بعضهم اختلفوا قال لا طاقةنا اليوم وبقت فئة قليلة قالوا كم من فئة دولار صدو قليلة غلبة كم غرباء ثلاث غرابيل إنجاز التعبير لحد الآن في نفس موضوع خلافة خليفة الله قضية الإمامة التي صارت هذه الملفات لما هناك صارت بهذا المكان وهذا المكان ومن بعد كل نبي سورة البقرة تقول يصير اختلافه واقتتاله وانقسامه وغير ذلك هذا هو نفسه اللي صار هناك صار هناك من بعد النبي صلى الله عليه وآله اللي وقف بوجه الانقلاب يو الانحراث يحرفون الكلمة عم واضعه يو الارتداد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يو غير ذلك من عناوين الضلال غير ذلك من عناوين كلها عناوين قرآنية سايمات أو قتل انقلبتم انقلاب كلها عناوين قرآنية الآن مجبت عنوان مع لي آية قرآنية نعم في هذا الإطار أقول السيدة الزهراء أعظم دور قامت بي بعد شهادة رسول الله أنها وقفت بوجه كل هذه العناوين اللي صارت بعد نعم هو يعني لكلامكم أنه السيدة الزهراء سلام الله عليها الدور الذي قامت به هو هذا الذي تفضلتم به بالحماية هذا الأبرز والأهم أول شيء وضعت النقاط على الحروف ميزت ميزت بعد النبي بين الصحيح والسقيم خلينا نتكلم به العبارة نعم ميزت بأن الامتداد الحقيقي والطبيعي والشرعي وغيره بينت للمسلمين أنه يكون يمشون بأي طريقة الأمور وضحته سواء كان بالاحتجاج بالخطبة بالبكاء ليلا ونهارا طبعاً مو خطبة كم خطبة خطبة المسجد خطبة نساء المهاجرين والأنصار الكبرى والصغرى وغير ذلك أقول بالاحتجاج بالخطبة بالبكاء ليلا ونهارا فيما بعد بوصيتهم يعني سيدة الزهراء كتبت في وصيتها في وصيتها أنه تشيح ليلة تضيع قبرها نعم وغير ذلك كل هاي الأمور السيدة الزهراء استفادت منها حتى تبين ظلامتها وظلامة أمير المؤمنين وظلامة الإمامة بعد رسول الله نعم الله أحسنتم شيخنا إلى أي مدى كان دور السيدة مؤثراً كامرأة بحيث أنه أمير المؤمنين سمح لها بأن تخرج وتطالب شوف في ثقافة الإسلام مرة نتكلم هذا الأمور مرة نتكلم به بثقافة اجتماعية متوارثة ونسقطها على أمر مهم كهذا يعني ما أدلسه قضية ما أريد أن أعبر عنها تعبير آخر قضية متوارثة جايتنا من الآباء والأجداد ما أريد أن أطيها تعبير آخر مرة ننظر للقضية بهذا الشكل ونسقط ما فيه هناك على ما هو هنا أي قفة مسألة يعني أصلاً مو جديرة بالاهتمام مرة ننظر للمسألة بشكل أعمق وأخطر يعني التحرك الفاطمي ننظر له مو من منظار اجتماعي وغير ذلك من منظار الديني من المنظار الديني إذا نظرنا له في بعض انعطافات التأريخ الخطيرة المرأة بإمكانها أن تأخذ دوراً صعب على الرجل في هذا الدور أن يؤدي ما تؤديه المرأة ولهذا على المرأة العالمة الملتزمة المرأة المهمة الكاملة أن تؤدي دورها في هذا الانعطاف التأريخي أو ذاك المخصص لها أجيب لك مثال يعني معتوق على عاتقها أجيب مثال على ذلك نعم تفضل مثلاً السيدة مريم عليه السلام السيدة مريم وقفت بوجه الانحراف والظلال اليهودي الفكري وقفت كانت تحتج وتناظر مع أنها بنت شابة ما متزوجة وقفت بوجه الظلال والانحراف في اليهود مع وجود مثل زكريا النبي يعني إذا يجي واحد يقول فرضاً يجي واحد يقول يقول ماذا تتقدم الزهراء وتخطب الزهراء ويجري ما جرى على الزهراء ويصير اللي صار عليها من قضية الباب والهجوم وغير ذلك لعله هذا نأتيه ذات تخليه لحصة بال نعم نعم إن شاء الله يأتي فإشنون يصير الزهراء تتقدم مرحلة كهذه وعلي بن أبي طالب عليه السلام مو هو ليكون بالواجهة لعله يجي سؤال واحد يطرح سؤال لعله نعم هذا سؤالي كان ولكن أنتم وضحتم أكثر جميل كيف أنه هي كامرأة جميل وأمير الممين سمح لها القيام بهذا الدور أن تصدر المشهد مع ما لها من القداسة سلام الله والخصوصية والخصوصية باللغة اعتبارها امرأة نعم في بعض عطافات التاريخ الخطيرة الحادة الحادة التي تسبب تغيير مسار مثلاً نعم المرأة اللي عندها مواصفات معينة وكل مرأة طبعا نعم بإمكانها أن تؤدي دوراً الرجل صعب عليه يد بسبب الظروف الموضوعية الأجواء المحيطة إلى آخر تأثيرات الزمان والمكان بعض الأحيان الرجل لا يقدر يؤدي دور امرأة يقدر يتأدي في عطاف كهذا أو كذاك مثال على ذلك السيدة مريم السيدة مريم تقدمت في فضح الضلال والانحراف اليهودي مع وجود زكريا تقدمت حتى على زكريا مع أن زكريا نبي من جهة ورجل من جهة أخرى ولكن زكريا خياراته كانت محدودة بالتعامل مع اليهود أول شيء هم ضده اثنين يردون أقل مبرر حتى يصفوا من خلاله زكريا هم مستعد يطي مبرر رخيص وسهل لعدوه حتى يصفيه وينفرد بالساحة ويظل الأمة كلها مسألة كل شيء مهمة ولهذا هذا الإدراك الذي يعني الناس ما تقدر توصل لأن النبي أو الإمام سلام الله عليهم مرحلة الإدراك هذا الإدراك بالأمور أنه هو يعرف إذا أنت ذريعة راح يقتل يصفى يصفى والساحة كن مفتوحة للطرف المقال وخالية للآخر شوف أقول لك شيء السيدة مريم عليها السلام لما تصدرت الساحة وتقدمت الساحة بوجود زكريا وزكريا كان هم يعمل نعم ولكن السيدة مريم كان أكثر حرية المجال مفسوح أكثر عادة لما يكون خصمك رجل وتخشى منه وتريد تقضى وتريد تخلص منه أول خيار يكون أمامك تصفيت نعم بشتى الطرق والوسائة تصفية جسدية بشتى الطرق والوسائة وعي أكو طرق بتصفية الناس نعم أما إذا كان أمامك إمرأة آخر ما تفكر بتصفيت لخصوصية المرأة مرأة لخصوصية نعم وبين أول ما تفكر بتصفيت وآخر ما تفكر المرأة هنا تجد مساحة ما موجودة عند الرجل نعم للعمل في سبيل الله أحسن فلا مانع من استغلال هذه المساحة لخدمة دين الله ولإحقاق الحق وإزهاق الباطل مع الحفاظ على الحجاب ومع الحفاظ على الخصوصية ومع الحفاظ على جانب العفة والشرف والمرأة تأدي دورها في مثل هذا الإنعطاف وتنجح وتحافظ على دين الله تعالى ومن هذا الباب وقفت السيدة الزهراء هل ابن أبي طالب كما تعلم أودع قلوب الآخرين أحقادا بدرية وخيبرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فعلى ابن أبي طالب هم أصلاً كانوا يردون حجة مبرر ذريعة حتى يأخذون ثارهم منهم على ابن أبي طالب الما قاتل والدة قاتل أخو الما قاتل أخو قاتل ابن الما قاتل ابنة قاتل خالة الما قاتل خالة قاتل عمة طبعاً كله في سبيل الله طبعاً طبعاً في حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً في حروب كلها من أجل الله تعالى فبالنتيجة جماعة دمثارات علي بن أبي طالب أصلاً هم كانوا يردوا يتصدر المشهد حتى هذا يعطيهم مبرر علي بن أبي طالب يريد شق عصى المسلمين لأجل الكرسي والحكم وإحنا خوفاً على الإسلام والمسلمين لابد نخلص من علي بن أبي طالب لأن الإسلام أهم من علي بن أبي ذريعة جاهزة وحاضرة وينتهي كل شيء ولهذا السيدة الزهراء تقدمت السيدة الزهراء من تقدمت خلتهم في وضع ما يحسدون عليه وضع حارت يعني انحصروا بزاوية نعم شي سووا السيدة الزهراء هاي بت رسول الله بضعة مني يرضى الله لرضا يغضب لغضبها إمرأة إلى خصوصية لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا غير ذلك يعني قلصت عليهم خياراتهم وحصرتهم في زاوية ضيقة وحرجة وصعبة بتصدرها المشهد ضاقة بهم ذرعا طبعا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بموقف السيدة الزهراء نفس هذا المشهد اتكرر واتكر بلاء مع السيدة زين أبصر وعلي ابن الحسين كان موجود اللي تصدر سيدة زين لأن هم أصلا كانوا يردون مبرر حتى يخلصون من علي ابن الحسين يا بيت قتلتوا لكل هذا على شنو خالي يا ابن الحسين قالوا ومي واذا مريض صفوا خلصونا منه الإمام أي كلمة كان يقولها رادوا يقتلوه فتعلقت به عمته زين خلصته ولهذا الإمام عليه السلام كان أغلب الأوقات صامت عمت منصدره ليش عمت منصدره لأنه المرأة إلى خصوصية مهما يقول هذه الخصوصية التي تقدر تستغلها تكلمنا عنها لخدمة دين الله تعالى وهكذا فعلت السيدة الزهراء سلام الله عليها شيخنا العزيز في صدد الكلام عن قضية الحقوق نرى كثيرا أنها سلام الله عليها طالبت بفدك بأرض فدك هل أنه كبستان أهداه لها رسول الله صلى الله عليه وآله أم البعد أعمق من هذا الأمر شوف الأمر كون ننظر له من جهتين من عدة جهات حقيقة الجهة الأساسية فدك بمعنى الخلافة فدك تشكل رمزية مؤينة حتى إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام من قلة هارون قلة ما خاب صينك فدك أهل البيت فدك 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 وآله بقت إحنا فدك دخطط لي فدك خلنا نطيكم إياها وأخلص آه الإمام خطط لي العالم الإسلامي كله إمام الكاظم معروف القصة ومشهور نعم نعم الإمام أنطى خريطة العالم الإسلامي في ذاك الوقت كله قال له هاي فدك راتي وصل له رسالة قال له فدك هاي فالمسألة الأساسية بفدك هو هذا اللي بيّن موسى بن جعفر فيما بعد بيّن بعده الحقيقي هذا واحد اثنين الجانب الاقتصادي تأثيره موسهل على الإنسان صحيح فكانت الاقتصاد يمثل عصب الحياة أهل البيت عليهم السلام عندهم فقراء ناس فقراء عندهم مساعدات في رقابهم طبعا أهل البيت كانوا يساعدون الناس كانوا يعينون الناس بني هاشم كانوا يساعدوهم الناس الفقراء كانوا يأخذوهم معروف عنهم أن الناس تطرق بيبانهم هو واحد ينكر ذلك علي الهادي يقول عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرب نعم الإمام علي الهادي في زيارة الجامعة الكثير عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرب فأنت لما تجي تقطع كل الروافد الاقتصادية على أهل البيت ليس فقط فدك فدك العوالي وغيرها 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 وكل الروافد الاقتصادية للدر أموال على أهل البيت ويستغلوها لخدمة الناس وخدمة الإسلام يعني خلال فترة قصيرة هاي الروافد كلها انقطعت على الأئمة عليهم السلام وخلوا الأئمة في ظرف صعب وهذا حقهم هم مماخدين من واحد ولا واحد متكرم عليهم بكل شيء هذا حقهم فبالنتيجة المطالبة بهذا الحق الهدف من المطالبة بالنتيجة أقول أهل البيت عليهم السلام هم بحاجة إلى مساعدة الناس قضاء حوائجهم هاي الأموال همتهمهم حتى يخدمون الدين من خلالها بالنتيجة هم يحتاجون هاي الأموال حتى يخدمون من خلالها هذا بالجانب الاقتصاد طبعا أما الجانب الثاني الجانب الأول أخوة تقول ذاك الأساس فدك بمعنى الخلاف واحد وبمعنى الحق والحقيقة اللي حوربت بعد النبي صلى الله عليه وآله وفدك وغير فدك مما أخذ من آل البيت هم يشكل جانب اقتصادي مهم هذا حقهم يا أخي إنسان يؤخذ منه حقه بأي حق يجي واحد يأخذ حقي بالغصب من حقي يعني أداعي بحقي لو مو من حقي اللوم على اللي يأخذ حق الناس لو علي طالب بحقه بلا شك على اللي يأخذ الحق أقول الأمور ليش ما ننظر له بواقعية ولكن القضية هنا كانت معكوسة عجيبة يعني ماكو شون ضربني وبكى سبقني واشتكى أخوة أنا إنسان جاي ما أخذ حق اللي هو تحت يدي من سنين أنا لما أطالب بحقي أنا الأولام لو ليأخذ حقي غصبا ملام القضية واضحة خلاف المنطق العقلي ففدك خلافة وفدك حق مو فقط الخلافة وفدك يبين ظلام معي قضية ثالث فدك يبين ظلامه أنه إحنا أهل هذا البيت حوربنا على كل شيء على مستوى حقنا بالخلافة حوربنا على مستوى يعني ممتلكاتنا حوربنا استصاديا على كل المستويات إحنا حوربنا إحنا ظلمنا بعد النبي على كل المستويات وهذا يكون التاريخ يسجلها وكون تنحفظ كوثيقة تاريخية مهمة يطلع عليها المسلمون فيما بعد فيتساءلون ليش هذا كل صار؟ وعلى شنو هذا كل صار؟ الجواب على هذا السؤال هم يضع النقاط على الحروف كما تريد الزهراء عليه السلام نعم شيخنا العزيز وأيضا أطلب من الأحبة المشاهدين أيضا أن يبحثوا ويتعمقوا ويضعوا النقاط على الحروف نأخذ فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله شيخنا لو سمحتم نعم مشاهدين الأحبة فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله حياكم اللهم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأيضا أرحب مرة أخرى بضيفي في هذه الحلقة الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ زمان الحسناوي حياكم الله مرة أخرى شيخنا العزيز نعم كان الكلام في قضية الدفاع عن الحقوق وأرض فدك كيف وصل الأمر ويعني هل أن التقاعز عن نصرة أمير المؤمنين سلام الله عليه من قبل المسلمين باعتبار حادثة الغدير حصلت فيما يعني سابقا وصل الأمر بالتقاعز عن الدفاع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ونصرته بحيث جعل أن السيدة الزهراء بنت رسول الله تخرج وتأخذ هذا الدور للمطالبة بالحقوق اعتبار الكلام في المطالبة يعني نتطرق لهذا الجانب جميل بالقسم الأول من الحلقة ذكرنا أن الله تعالى ذكر ملفات ما جرى من بعد الأنبياء وكثيرة في القرآن الكريم وإشرنا إلى بعضها واحدة من الأمور التي حصلت مع الأنبياء عليهم السلام والمسألة تتكرر تشابهة قلوبهم كما يعبر القرآن الكريم هذا مبدأ التشابه القلبي والاتحاد الفكري في ثقافة القرآن الكريم سائر على مر الأزمن شيء عظيم في ثقافة القرآن المقصود أنه موسى عليه السلام من بعد كل معاجز المعاجز والكرامات وأنا ربكم الأعلى غرقان يعني من بعد كم هائل من المعاجز الصخر يقنع بيه مو البشر قال لهم خلي نرجع الأرض المقدسة قال له لا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد التقاعس اللي أنتوا عبرتوا عنه التقاعس والتخاذل وإننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يعني هو نفس سبحان الله تشابهت قلوبهم توقع موسى من بعد كل ما فعله أنزل إلهم المنة والسلوى تاريخ حافل بالمعاجز نعم وراواهم الحق كم مرة وشافوا الباطل شلون زهاق ومن بعد كل ذلك هي بس انفقاق انشقاق البحر وهذا كاف وأنا ربكم الأعلى غرقان هذا كافي موت شي أنا ربكم الأعلى فرحون فتح قضية وإذا من بعد كل ذلك يقولوا لها اذهب أنت وربك فقاتل هذا مثال حيل التقاعس موسى يقولوا لها أنت وربك قاتل إحنا ما بينا حيل نقاتل ومات موسى موضوع الته اللي نانى موسى عليه السلام طلب من الله أن يفرق بينه وبين هؤلاء القوم الفاسقين قال لها افرق بينوا بينوا اعزل بينوا بينوا ذولا بعد مو مو مال يعني ما كوب مو مال لأنه نصحوا أبدا الله عاقبهم بالته أربعين سنة على هاي الحجان تاهوا بالصحراء أربعين سنة يتيهون في الصحراء يطرعون ما يرجعون نفس المكان يرحون أربعين سنة عقوبة الله لأن موسى غضب قال لها افرق بينوا بينوا ذولا من بعد كل هذا يجاوبوني بهذا الجواب ذولا مو أهل للموعظة والإلهي أنزل عقابك عليهم شون نوح عليه السلام ربي لا أعتذر على الأرض إن الكافرين لا أعتذر لولا أكثر من ألف سنة مسحهم بالطوفان قال لها حتى أصلابهم مثلهم نوح عليه السلام تشابهت قلوبهم شلون أبو السجاد اللهم فرقهم تفريق مزقهم تمزيق اجعلهم طرائق قددا احصهم عددا ولا تبقي على وجه الأرض منهم أحد الحسين يقول الملف هنا صار يشبه ملف نوح صارت القضية واضح شوف شلون هذه سنن اجتماعية كون تقرأ كون تحلل كون تدرس التقاعس بتعبيركم والتخاذل والجبن والضع اللي صارت بعد النبي وترك الحق صلى الله عليه وآله خل أمير المؤمنين تطلعوا يا الزهراء وهي مريضة عليلة مكسرة الأضلاع مسقطة الجنين معصبة الرأس ناحلة البدن يغمى عليها بين الساعة والأخرى عمر 18 سنة إذن يكون صاراً بها إمام علي على هذا الحال يأخذها بالليل يدق باب الأنصار يقولهم الأجل بترسود الله ينصرونه الدين في خطر انشقاق راح يصير مشكلة كبيرة صارت إذا ما وقفنا الآن هاي المشكلة راح تمتد تبقى لمئات السنين آلاف السنين ينصرونه سنعالجه إيه إن شاء الله بكرة نجيك قالهم حلقوا روسكم بكرة يجي بكرة اذهب أنت وربك فقاتل بعد بكرة اذهب أنت وربك فقاتل ثالث يوم اذهب أنت وربك فقاتل الإمام علي قال للزهراء قال ها أدينا الأرجح أمام الله تعالى إلا علينا سوئنا يا بنت النبوة راح تخلص ما ندعوك أحسنتم شيخنا العزيز نعم بلا شك هذا الدور الكبير للسيدة سلام الله عليها لم ينعكس فقط على موضوع الدفاع عن الحق بل عن قضايا الإسلام ككل يعني هي كيف ساهمت سلام الله عليها في الدفاع عن الهوية الإسلامية الخاصة بالمرأة شوف أقول لك ها الخاصة بالمرأة نعم السيدة الزهراء عليها السلام بكونها سيدة النساء ايه مشكلة هو السؤال بحيثيات كثيرة أنا الآن ببالي جتني ثلاث حيثيات أربعة للسؤال نعم لكم لكم الوقت الله يخليكم مثلا من الحيثيات السيدة الزهراء عليها السلام أعطت للمرأة درسا عمليا في أداء دورها يعني مو كما يقال أن الإسلام ما يثق بالمرأة ولا يحترم المرأة مقيد للحرية ومقيد ولا يعطي للمرأة دور هكذا يقال من خلال الحرب الناعمة الآن الأقل تكلفة والأكثر تأثيرا الشغال علينا الأيام على مواقع التواصل وغير ذلك الإسلام ما يعطي دور للمرأة ما يثق بقدرات المرأة ما 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 إلى آخره الإسلام يجي يقول كملتوه كلماتكم كملتوها كمن يقولهم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يسكتم يضربوا على حلكهم على أفواهم يقولهم ضرب الله مثلا مو للتي آمن للذين آمنوا بذكورهم وإناثهم أدوا دوركم مثل ما آسيا بتمزاحم أدت دورها وتعلموا منها واقتدوا بيها فشون أنا ما أثق بالمرأة وما أعطي للمرأة دورها المرأة كون تأدي دورها وهي بكامل حجابها وعفتها ومع الحفاظ على خصوصيتها ولهذا يا أخي دروس والله العظيم دروس ولهذا السيدة الزهراء تدخل للمسجد تنضرب ستار ينضرب ملائة أو ستار ينضرب يعني أمام المنبر صعدة السيدة الزهراء وأنت أنه فضجت جالسون بالبكاء والمرأة في هذه الحادثة أنها أمرت بأن يوضع ستار أمرت هي أمرت بأن يوضع طبعاً أكثر من ذلك السيدة الزهراء وحدة من وصاياها قالت الأسماء أريد الصنعولي نعش خاص يظهر سابقاً وأنا شفت إلى الآن بالحجاز موجود هالمعلم الميت يخلوه نسميها مثل السدية مو تابوت في العراق تابوت يغطي الميت يعني الميت ما تشوف من شيء أكو تابوت خشبي وفوق يخلون غطاء فوقات حيث الميت ما يبين من شيء سواء كان رجلاً أو مرأة مغطاً بس أنا أشوف بالحجاز بالمدينة من رحنة أشوف من يشيعون ميت يخلوه على سرير مثل السدية نسميه ظاهر الميت هو مكفن يعني مكفن ظاهراً مين ولكن ما مغطا مثلاً بالخشب أو كذا يعني تقدر تشوف جسم الميت نعم فيظهر هذه عادة قديمة السيدة الزهراء قالت الأسماء إذا أنا أموت ما أريد يشيعوني مع أنه بالليل تشيحها بالليل مع الوصية التي كتبتها كتبت وصية تشيحها بالليل وما حد يحضر إلا الخواص ومع ذلك ومع ذلك قلت لها ما أريد تخلوني على سرير بحيث يعني وإنما تصنعوا لي شيء اللي يسترني وصنعوا لها نعش كما في الحبشة أو كذا صنعوا لها نعش معين ودخلوا جسمها الطاهر في ذلك النعش السلام الله ولما تجي تخطب بالمسجد يخلون فتساتر بينها وبين الجالسين وتأدي دورها وتخطب وتحتج وتسمع كلامها وتقول لمن قالت أنه سمعتما النبي يقول فاطمة بضعة مني يرضيني ويغضبني ما سمعنا قالت اللهم أشهد أني غاضبة يعني تحتج وتناقش وتناظر وتخطب وتفعل كل شيء مع الحفاظ على خصوصيتها سلام الله عليها وهي تعطي بذلك درسا عمليا لكل نساء أنه أدى دورشا بالشكل الصحيح مثل ما مريم أدت دورها مثل ما السيدة زينب أدت دورها مثل ما السيدة حكيمة بالتجواد أدت دورها السيدة نرجس أم إمامنا المهدي أمهات الأئمة بناتهم أخواتهم زوجاتهم وهكذا أحسنتم شيخنا في عصر التكنولوجيا هل يمكن للمرأة اليوم في هذا العصر عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي أن تؤدي دورها في قضية الدفاع على الحال وهي في بيتها نعم ممكن مع الحفاظ على الضوابط الشرعية اللي خلاها الشرع يعني شنو المشكلة عن المرأة مثلا تسوي لها مجموعة مجموعة شي سموها مجروب مجموعة على موقع من المواقع وتجمع بين نساء اللي تعرفها واتنزل الأحكام الشرعية تأخذ الأحكام من مكانها الصحيحة مثلا الرسالة العملية لمثلا سمحت سيد السيستاني الله يحفظه أجي أخذ المسائل الشرعية وأنزلها بالقروب كل يوم مسألة شرعية وإذا أعرف أشرح المسألة هم أشرحها أنزل بيها حديث رواية أجيب بيها على مسائل شرعية خصوصا أكو بعض المسائل مرتبطة بالنساء أصلا الرجل يستحي أن هذا فهي المرأة تأخذ هذا الدور وتجيب على هذه المسائلة شنو اللي يمنعها من هذا الدور مو هذا اللي يقوله الإسلام يا أخي الإسلام مو يمنعه الإسلام يقوله بضوابط بضوابط شوف أنت بنات شعيب بنات شعيب يردن يجيب الماء بس أبوهن معلمهن بضابطة شنو الضابطة؟ يظهر شعيب رجل كبير ما يقدر يجيب ماء أولادهم ما عنده مضطر عندها هاتين البنتين مضطر يقولهن أكفن بعيدات عن الرعاء عندهن اليسقون لاتوا أكفنوا إياهن نعم أكفن بعيدات متى ما انتهوا يتبقى بس أنت نجيب الماء كل شي بيه ضوابط والضوابط مو فقط على النساء حتى المرأة الضوج أكو ضوابط على الرجال يعني القرآن اللي يقول النساء يغضضنه نفس القرآن الكريم يقول الرجال غضوا أو يغضوا نفس الشي قل للمؤمنين يغضوا 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 هناك يغضضنه قلي المؤمنات يغضضنه من أبصار مثل ما أكو ضوابط هناك أكو ضوابط هنا بس كل ضابط هناك تتناسب مع التركيبة التكوينية الصحي المرأة لما تكون مرأة تركيبتها التكوينية تستدعي ضوابط معينة والرجل لما يكون رجل همل أكو ضوابط بس الظوابط تتلاءم مع تركيبته التكوينية الأخرى وهذا الأمر اللي الطرف المقابل دي يشتغل عليه مثل ما تفضلتم قبل قليل بقضية مواقع التواصل الاجتماعي بقليل الكلام كثير التأثير هذا الفرق ما بين الظوابط يحاولون يشتغلون عليه يكسرون فييجي للمرأة يقولها تعالي أخذي مجال للرجل واشتغلي به مثل الرجل ويجي للرجل يقولها تعالي المجال للمرأة وإعمل به مثل المرأة والمشكلة بهالطريقة بالتعامل راح يوجدوننا واحد لا هو رجل لا هو مرأة إن الغرابة وكان يمشي مشيته معروفة من سائر الأجيال حسد القطى وأراد يمشي مشيها فأصابه ضرب من العقال فأضل مشيته وأخطأ مشيها فلذاك سموه أبا مرقالي تعاليها يخلون هذا المسكين يضيع المشيتين لأن الرجال ما يقدر يصير مرأة والمرأة ما تقدر يصير رجال التركيبة التكوينية تختلف هم الجسدية هم النفسية والداخلية حسب الأبحاث علمياً الواقع يا أخي الواقع هو الواقع ثابت علمياً الواقع يثبت الواقع يثبت عقلاً ومنطقاً وعلماً الواقع يثبت أكو اختلاف مو بأصل الخلق يو اختلاف عن هذا لأنه رجل هو مكرم عند الله وذيك لأنها مرأة لا موشك لإن أكرمكم عند الله أتقاكم الضابط موجود الله أعطى للرجل روح أعطى للمرأة روح الله أعطى للرجل عقل أعطى للمرأة عقل مو ذن لا التركيبة الجسدية والنفسية أكو بيها بعض الاختلافات هاي الاختلافات الإسلام خلى ضوابط الكل واحد منهما بما يتناسب مع تركيبته التكوين حتى يؤدي الدور الذي على عادق ومن هذا يؤدي دوره وذيك تؤدي دورها بضوابط هذا وبضوابط ذيك يصير حالة تكامل بين وجود هذا وتلك تكامل تكامل أما إذا بدنا التكامل إلى تزاحم هاي الزاحم الرجل بهذا وذاك هاي الزاحم راح نخرب الحياة كلها كما يحصل الآن في العالم وهو واضح للعيان الميل إسفاف وصل به لشرعانة الشذوف ولما نصل إلى هذا الجانب بعد حقيقة نخجل ونكتفي بهذا المقدار نعم أحسنتم كثيرا حتى نختم الحلقة بهذا السؤال هل من السهل في هذا الزمان أن تكون المرأة فاطمية وتقتدي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها في ركب ولدها الإمام المهدي سلام الله عليها وكيف تستطيع أن تدافع عن إمام زمانها كما الزهراء دافعت عن إمام زمانها أمير المؤمن يعني هو بالنتيجة الله تعالى بيّنن ملفات الأنبياء والأئمة والأولياء وحجج السماء بيّنن ملفاتهم في القرآن حتى يكونون إن أسوة وقدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن جميل جدا أنتما تلوتم الآية وأنا كنت أريد أقراها جميل جدا الله تعالى يقول أنا جبت هذا الملف والملفات اللي سبقته ملفات الأولياء مفقط مثل آسيا بتمزاحم مو نبيه ما عدنا نبيه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه ولكنها وليّة من أولياء الله سيدة مريم حج من حج الله سيدة الزهراء حج أعظم من حج الله تعالى الله تعالى بيّنن في القرآن ملفات هذه الدوات الطاهرة لأجل الاقتداء والتأسي ولو كان الاقتداء ممتنعا فالله يقول ذو لا أسوة لكم يعني قاعي يكلفنا بما لا نطيق وهذا ما مقبل حاشا هذا ينافي العدل الإله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كما يعبر القرآن الكريم نعم أنا أقدر أصل إلى لا أنا ما أصل شوف أنا ما أصل إلى مرحلة الزهراء ولكن أقدر أقتدي بأخلاق السيدة الزهراء بالمقدار الأقدر لأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كما تعبر سورة الرعد بالأستطيع لأقتدي وأتأسى بالسيدة الزهراء في حجابها بدفاعها عن الحق بمعرفتها بإمام زمانها نصرة إمام زمانها بأداءها للواجب وغير ذلك بتعليمها للنساء كان عند درس تفسر القرآن سيدة الزهراء بتعليمها للنساء أن أنا أتعلم وأعلم بغير ذلك بعبادتها بكل ما يرتبط بيها المرأة بإمكانها أن تقتدي بالسيدة الزهراء وتكون مرضية ومقبولة عند الله تعالى وعند إمام زمانها إن شاء الله تعالى أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز الله أحسنتم جزاكم الله خير نعم سيدة الزهراء سلام الله عليها لو لم تكن تعلم أن لها الدور الكبير والأثر الكبير كإمرأة لكانت اكتفت بالصلاة والعبادة ولكن هي كانت تعي حجم المسؤولية الواقعة على عاتقها سلام الله عليها هي كإمرأة نتكلم هي كإمرأة وخصوصيتها سلام الله عليها وهي بذلك تربي أجيالا طبعا أجيالا من الرجال طبعا وأجيالا من النساء طبعا أيضا وتمد يدها لنساء المسلمين بأن يكون فاطميات أحسنتم كثيرا شيخنا وجزاكم الله خيرا نعم مشاهدنا الأكارم وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة